اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الناقد الرياضي الكبير الاستاذ طارق رمضان اهلا بحضرتك اهلا بك كابتن وصد وزاحة سعيد بوجودي معاك لا ده انا السعيد ان انا مع حضرتك انت نجم كبير وفخور ان انا مع حضرتك على طرابيزة واحدة الله يبارك فيك وايضا الناقد الرياضي الكبير صاحب بقى الاحصائيات والاخبار اللي بتيجي لنجمنا اللي بيلعبوا في العالم واللي الناس مش عارفة هم فين الناقد الرياضي الكبير الاستاذ خالد طلعت اهلا بيك يا خالد اهلا بك كابتن وصامة وبتشرف بوجودي مع حضرتك طبعا ومع اشترك ان شاء الله تكون حلقة جميلة للاستاذ مشاهدي ان شاء الله وانا نبتدي على طول مع الاستاذ طارق ونقول له ايه الحكاية احنا رايحين فين مع اللخبطة اللي فيها اتحاد الكورة والكاف وانا عارف ان عندك كتير ممكن تقوله وصلى كابتن وصامة وانكن اه صديق العزيز الاستاذ خالد طلعت يوفين في الرأي احنا اه بننتج فيلم اه شفناه ابلي كنت نفس السيناريو نفس اللقطات نفس المشاهد معادة بس تغيير في الابطال نرفع للموضوع للفيلم اللي سميته فيلم اما هو فيلم لان طب ليس سميته فيلم لان اتكررت احداثه ابلي كنت يعني احنا شفنا كابتن جمال علام بنفس المجلس ده معادة تلات اربعة ما كانوش موجودين في ايه تم اصدار قرار من المحكمة حكم محكمة بالحل ايه ودخلنا بقى في الاستشكالات ودخلنا في رضي محاكم وبدأنا ناخد اجراءات فترة طويلة جدا وانتهينا نفس المشهد اللي هو مشهد النهاية اللي هو قرار من سيد وزير الشباب والرياضة بحل المجلس وبعته المحكمة على اساس ان انا اتزمت بهذا الحكم واستقالة من كابتن جمال علام والمجموعة ان هي عشان الفيفا ما يدخلش فهو انت رايح لنفس المشهد يعني انت متوقع ان القرار هيطلع من وزارة الشباب والرياضة بالحل بالحل لانه لازم ينفس حكم القضاء هو لازم لان المادة مية في الدستور المصري بتلزمه على ان ينفس حكم القضاء فانت هتستهلك بس بعض الوقت اللي هو الاستشكالات طيب هو حل يا طارق هو حل هو حنام طيب لما حل طب ايه الخطوة اللي بعد الحل هيعين مجلس وهيعمل ليه؟ لا اولا لايحة النظام الاساسي اتحاد والكرة مفياش تعين ايوة ما تقدرش تعينه تاني طيب يعني في الحالة دي لان في فرق من الهيئات اللي هو نادي الاهلي ايوة دي الهيئات ايوة بتقدر تحله وتعين وتعين كويس وتعين مرة واحدة ما تعينش مرتين مقتة جميلة دي يعني حتى في قضية حل النادي الاهلي النهاردة انت بتتكلم على مرتين اه نفس المجلس مرتين وده مخالف تمام لكن اتحاد والكرة ما ايضانش يعين لايحة واضحة في حالة الاستقال او الحل يدير العميد صار وطسوين يبقى بنتكلم على المدير التنفيذي اهو طبعا ويدير بنفس الشكل هو الايه العاجل والضروري ويدعو الانتخابات في خلال ستين يوم تمام فانت بالتالي السيناريو ده هو اللي هتقدر تروح لهم اللي ماتفقين عليه في الاصل يعني حتى ديك شايف ان ده المتوقع يعني لا ده اللي هيحصل ده اللي هيحصل يا ده انت عندك ستاك بي اه لا ده اللي هيحصل لان اي حل من ده خلاف كده هيدخلك في مشكلة اه طب وما هيردد وانا سامع تصريحات لا كل التصريحات بالله اللي هو انك انا مش هسيب الاتحاد مش هسيب انا الفيفا لا انا اروح وتدخل حكومي لا 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 كل اللي حضرتك بتسمعه ده هينتهي على الاقناع لان تم الاتفاق خلاص ما بين الدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة السلسية ما بين ست الوزير وما بين المهندسانة بوريدة اه الاستشكال بس احنا هنستنى استشكال ايوه استشكال فين ما هو هنا بقى الحاجة الجميلة او ان اتحاد الكرة المصري ما بيبلغ الاعضاء الجماعة العمية بتاعته بتقول له لا يجوز لك ان انت تروح للقضاء كمان تخاذ اجراءات في القضاء العادي ممنوع ايوه وخد اجراءات ضد اعضاء لو احد الاعضاء عمل جناية عمل اختلاس عمل بتاع لا بس الجنايات مختلفة شوية كابتل اه ارتكابت الجناية ده بتروح القانون الجناية لكن في الرياضة ممنوع يعني زي رفع عضية لحل الاتحاد خلاف يبقى ده ممنوع قضايا الادارية القضايا الادارية فاتحاده وكرة بنفسه يروح يتخذ اجراء قدام القضايا الادارية كويس اللي هو الاستشكال الاستشكال قدام القضايا الادارية طب لو عمل استشكال امام القضايا المدني. اي تعامل سواء قضايا دا او مدني او اي حاجة ده ممنوع عليه هو كالتحق ورا نواه يعمله. اي. تبقى للقراته وتبقى لقراته وتبقى لقرات الفيفا. ممنوع عليك انت تروح للقضاء. اي نوع من امهان القضاء. لان القضاء المدني مرفوض طبعا. مرفوض. لا يحل حكم محكام القضاء يداري. لا هي هو هيستشكل قدام نفس الدائرة. قدام نفس الدائرة. يعني هيستشكل قدام نفس الدائرة. فبالتالي استشكال ده حاجة بس احنا بن ايه? يعني بنقضي وقت مع بعض. اه. لكن هو من ناحية الالزام خلاص السيناريو يقتم الاتفاق عليه. الاعضاء حتى هم الاعضاء اللي هم هيعترضوا برضو تم الاتفاق عليه. حد شقدر ياخد خطوة يروح بها للفيفا ويعترض. لان هو كانت ان انا بريدة قال انا مش هعرض الرياضة المصرية للخطر. وده موقف. وده موقف تمامي. يعني هو اتفق خلاص. يعني انا اشنيت على 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 الوزير. مع الدكتور حسن مصطفى ومع الوزير على السيناريو اللي انا بقول لحضرك علينا. طيب النهذا لما بقرق. بعد اذنك يا خالد. لان الموضوع مشوق يعني. بس ارجع لك. لا انا عنده. اه. لان عندك. انا عارف كويسة. لو انا لسه قاري النهاردة ان بعض اعضاء مجلس ادارة رفض. يعني زي صحر الهواري زي حازم الهواري زي اه. انا مش فاهم ليه حقيقة. يا فندم يرفض. اه. الرفض الاعلامي حاجة. مجد عبدالغاني. بس الرفض الاعلامي حاجة. اه. والترابيزة حاجة تانية. يعني انا ممكن اطلع بتصريحات اقول لك انا ارافض الكلام ده. ومش هعمل وهالجأ وها. لكن في ساعة الترابيزة وساعة ما نقعد. وساعة ما يبقى فيه قرار. ده بتختلف. هل القرار يبقى جماعي? اه. لا هو خلاص. اه. مدام اذا هيقدمه استقالتهم. ايه. كله هيقدم استقالتهم. برضو نفس المشهد لحضرتك بتقول ده كان برضو في مجلس كابتن جمال علام وكان في بعض اعضاء مطاردين ومش هنقدم استقالتنا ورفضين وفيه ناس قدمت وفيه ناس تأجلت. وصلنا للنهاية استقالات. اي. لان المشهد مش هتحمل اكتر من كده. وبعدين ده تاني التحاد يتحلم في في زمن سيادة الوزير. يعني عنده عنده خبرة في في التعامل مع الحل. ثانيا حكم المحكمة. طب انت قلت حاجة مهمة. اللي هو. يا طارق حياة ان ده تاني اتحاد. طبعا. طيب. هل هنا الخطأ اداري من البداية? طبعا. ازاي? ما هو. اه حضرتك حيسيات حكم المحكمة بتتكلم عن الحكم السلبي اللي ما تم مش تنفيزه. اللي هو مين اللي كان ينفيزه? اللي هو الوزارة طبعا. ما نفهم يعني على مين? على اتحاد الكورة. ان انت ما تعملش انتخابات. ايه. فيها اتنين مرفوع عليهم قضية ومستبعدين. اللي هو اتاخد الحكم يوم الانتخابات ورفضت اللجنة تستلمه. ايه. وبالتالي لم يتم تنفيزه. ده ده العظم والاساس بتاع الحكم. ايه. لان حتى لو كانت قاب بعد كده. يعني حتى لو ما كانش ده. وترفع قضية للحل. كان ممكن المجلس يتحل مع ده رئيسه. ايه. يعني الرئيس يتم استثنائه. والمجلس نفسه يتحل. ايه. لكن هنا انت حلت المجلس كله. كله. بناء على الحكم السلبي. اللي هي الوزارة ما اتخدتش قرار عشان تنفزه. ايه. ان الوزير لو خد قرار التنفيز كان ايه المشكلة تتحل. طب هل في مسألة للوزارة? هو مين اللي يقدر يسأل الوزارة? لا مش فيه ايه. برلمان. مش فيه برلمان. لا البرلمان يعني. تعارف لجنة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة معنا ولجنة الشباب والرياضة احنا مع بعض وممكن نحل الحاجات مع بعض. والبعدين اول ما تحط اسم مصر في جملة. كله بيتراجع. مين اللي هي? طب ما كان سأله قبل كده. يعني كان. لا يعني التخبط الاداري يعني. يعني البرلمان كان سأله قبل كده. البرلمان كان سأله في حاجات كتيرة جدا. اه. لكن حتى قانون الرياضة اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه دلوقتي. اللي هو احنا يعني طلع خمسين مرة قالوا الرياضة الاسبوع ده الشهر ده بعد. انت في خلق يعني يعني ليس سامة الفين واربعتاشر. قانون الرياضة بعد شهرين. الفين واربعتاشر. الشهر الجاي. اللي بقى لك احنا عملنا قانون الرياضة يعني. بس مش. بس حتى حتى. بس ده موضوعنا يعني اه. حتى القانون. ما حضرتك بتجي بتتكلم دلوقتي عن ربطة. وعن شركات. اه. يعني ازاي آآ بتكلم عن ربطة ودور محترفين وشركات وا واول بند في القانون الهيئات الرياضية ذات نفع عام. اه. يعني اول من. انا التعريف بقى يا طلع. ايو اول بند. اتنازل تعرف لي الهيئات الرياضية وتعرف لي. يا بند ما اقول لك. اول بند نفع عام. اي. حضرتك برضو في القانون ما يقدرش الهيئة الرياضية تروح تعمل ملعب لنفسها لما الوزير يواف. يعني. اه انت حاطط لي تحت كده استثمار وتعمل شركات تم القانون خمسة وسبعين. في استثمار وفي شركات. احنا نعمل على فكرة يا طارق. بعد. يعني. انا بكلمك على التناقض بس. التناقض صح. يعني انا التناقض بس في حيط دي. ومن ي. اللي هو متصور. ان قانون الرياضة عندما يظهر الى النور. وعندما يقرر. وعندما يبدأ تنفيذه. ان ده يضيلك على مشاكل الرياضة المصرية يبقى بي. لا 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 لا. لان حتى حتى في اللجوء الى لجنة التحكيم. اي. لجنة اللي محتوطة في القانون. عندما تلجأ ما هي برضو نفس القرارات. هي اما تعرض لها الموقف. وتعرض لها الاجراءات اللي انت خدتها. يقول لك ما انا هدي سلطة للجمعية العمومية. لا. هنا بقى لازم نقف. يعني. السلطة المطلقة فساد مطلقة. بالضبط. يعني ده احنا هيبقى. لا يعني ده فيه. لا ده فيه حاجات كتير. لان موضوع القانون ده احنا درسناه كتير. بالضبط. وعملنا مية خمسة وخمسين. سانيا قبل ما اتروح لخالد ويمكن خالد بقى يسأل يعني هسك. لا لا اتفضل. وخالد يشاركنا بقى في الكلام. اه اتفضل. حاطرتك الديني انجاز واحد ملموس لقرى المصرية. في الفترة الاخيرة. في الفترات الاخيرة. اه اه. الديني انجاز واحد اه طورنا بيه الكرى المصرية. وصلنا النهائي كاس الامر الافريقية. اه بس التاريخ كتب ايه? الاول كاميرا. يا فاندم. حتى الانجاز ده مرة. يا فاندم. اكتسحت العالم في بداية الحرب العالمية التانية. صح? ايه. واحتلت العالم كل ثم التاريخ كتب ايه? ان الحلفاء هم الذين انتصرهم والذين وضعت تصوروا. والمانيا. رجعت تاني تحت. يبقى مش معل ان انا روحت وتقدمت وعملت ان انا عملت الانجاز يكتب ان انا ايه? يتكتل اسمي ان انا اللي بفرد رأيي وان انا اللي بفرد رطي وان انا مكتوب كده البطل في كزا. لكن زي ما خالد هيتكلم دلوقتي كم محترف عندك? كم نادي بيقدر اه عندك قواعد ولوائح انت بنطبقها? كم تطويل في اسلوب اللعب وفي طرق اللعب وفي خطط اللعب? كم نادي بيقدر يكتسح البطولة? كم تبادل للبطولة ما بين الاندية? ده اللي تقدر ايه? احنا طورنا فكورتنا دي. النهاردة انت حضرتك بتتكلم فيه. طب انا هقول لك على نقطة بقى. وخالد يكمل. هو خالد الجمال. المدير الفني المنتخب سبعة وتسئين اللي هو الشباب. اه. يقول في حوار رسمي. حوار معمول معاه. حوار. اه. ان اللاعب رقم اربعتاشر فيه غينية. غينية. قدر انه هو يلعب على الاربعة من منتخب مصر والاربعة يجهدوا. حضرتك يوم طلع يعني انا برمي عليه اللاعب. اللاعب يجي لي بعد خمس ده يقول ليه? انا خلاص مش قادر. مش قادر. فأم نقله حتة تانية وبعدين رايح موديه تانية خمس ده ويقول ليه? انا خلاص مش قادر. تالت واحد انا خلاص مش قادر. ده في الملعب. ايه رابعة واحد انا خلاص مش قادر. ما يبقى انا كمدير فني. ومدير فني المنتخب الشباب. ارمي اربعة على لاعب واحد واللاعب الواحد يجهدهم. ويقدر يبقى مصدر خطر. عاليا واقدر اوصل بعض النتيجة. وانا مش قادر اعالجي. انا ما عنديش تطوير في القرى المصري. ده كلام سينا. انا متفق معك تماما. لا لا انا متفق معك. لان احنا بنتكلم على. يلا. افراج يا عمر. تمام. افراج يا عمر. لا اصل طريق حقيقة تنوع. افكار حقيقة انا انا نفسي ببقى قعد افراء في المعلومة. اه خالد انت قلت حاجة اه يعني شاهد عيان عليها. تمام. وانا حقيقة يعني مش قادر تخيل ده ممكن يحصل. طيب ما تعال نشارك سادة المشاهدين في فكرك يعني. اه طبعا بالنسبة لقصة الشهادة طبعا انا كنت تواجدت اشتغلت في موقع رسمي الاتحاد الكرة المصري. كنت مسؤول عن موقع رسمي الاتحاد الكرة. كلام ده كان في في نهاية الفين وعشرة. كان في عهد كابتن سامير زاهر. كان مجلس ادارة. وكان موجود فيه كابتن حزم الهواري. كان موجود كابتن حزم كعضو مجلس ادارة. انا طبعا اتكلمت في النقطة دي ممكن ما حبتش اثير طبعا جدل في وقتها. لكن بعد ما اثيرت في الفترة الاخيرة من مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وناس كتير زمالكوية. وكان فيه حتى لقاء الفنان الراحل سامي العدل. قال ان كابتن حزم الهواري قال له انه هو طول ما هو موجود في اتحاد الكرة الزمالك مش هيحصل على بطولات. فيمكن النقطة دي فعلا انا شفتها ولما استها بعيني. كان فيه تدخل من كابتن حزم الهواري في اختيارات الحكام في مباراة الدوري المصري. اه. يعني كان فيه دايما قبل اه يعني قبل كل جولة. مفروض ان مفترض ان رئيس الاجد الحكام هو اللي بيكون مسؤول فقط عن اختيار الحكام وما اعضاء مجلس دارة اتحاد الكرة. كنت كنت موجود في القاعة يعني وقتها. كنت موجود داخل الاتحاد طبعا اه. كنت موجود داخل اتحاد. يعني في الحجرة اللي تم فيها المناقشة. اه كنت بقى شوف يعني برضو بصراحة كابتن حزم الهواري. وكان كابتن صلاح حسني كان مدير تنفيذي وقتها للاتحاد الكرة. وكانوا الاتنين بيتدخلوا في اختيارات الحكام. يعني كان بيقودوا. تكلم على فترة كابتن سامير زي. فترة كابتن سامير. الكلام ده اخر الفين وعشر. ده الفترة اللي انت وجدت فيها حوالي ستة شهور داخل الاتحاد الكرة. ولمست في مشاكل كتيرة جدا تشوفتها بعيني. يعني من ضمنها المشكلة دي. انه كان فيه تدخل في عمل رئيس لجنة الحكام. ومش يعني مش حابة بقوله اسم الوقتي. لانه رجل توفه الله طبعا يعني فما ينفعش ان اتكلم عليه. لكن كانوا بيجو رئيس لجنة الحكام بعض اعضاء اللجنة. وبيتقعد معاهم من قبل كابتن حازم الهواري وكابتن صلاح حسني المدير التنفيذي. وبيراجعوا معاهم الحكام انت حطت حاكم مين في مطش الاهلي والمحال. مسلا فلان فلاني. لا بلاش ده خليه حاكم تاني. وكان طبعا يعني رئيس لجنة الحكام بينصع. خلاني اتكلم بصراحة. عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة اقوى من رئيس لجنة الحكام داخل الاتحاد. يعني هما في ايديهم لو رئيس لجنة الحكام يعني ما انصعش الكلام. وممكن ان هما يعملوا اجتماع ويمشوه ويجيبوا واحد تاني يسمع الكلام. فللأسف. خالد هل في تحديد اختصاصات بالنسبة دور مجلس ادارة الاتحاد. دور لجنة الحكام. دور لجنة المسابقات. يعني تحديد انت بحكم عملك في اتحاد الكرة سابقا يعني. تمام. هل لاحظت ان هناك تحديد اختصاصات بالنسبة للجان والدور الاتحاد اللعبة? لا بص هو كل لجنة مسؤولة عن اختصاص بتاعها لكن دايما في عضو مجلس ادارة بيكون هو حاطت ايده على اللجنة دي ومسيطر عليها. اه. كان كابتن حزم الهواري هو العضو اللي مسيطر على لجنة الحكام. وكان معاك كابتن صلاح حسني مدير تنفيذي. كان كابتن مجدى عبدالغاني مسايطرة على احتراف لجنة اللاعبين. شون اللاعبين كان بيقضها وليد العطار برضو هو المسمى الموجود ان هو وليد العطار هو رئيس لجنة شون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري. لكن في الاخر كابتن مجدى عبدالغاني لليد العليا فوق كابتن وليد عطار ولو برضو اي مشكلة تكون فيها حسيسية شوية خاصة بقى نديقة القمة الاهلي او الزمالك كان وليد العطار بيلجأ لرأي كابتن مجدى غني مشرف على لجنة شون اللاعبين. عضو زي كابتن حزم الهواري. بمشرف على لجنة الحكام. وفي الاخر رأيهم هو اللي بيمشي. وبيكن لهم اليد العليا فوق رؤساء اللجان. لان دايما رؤساء اللجان بيقولك بيبقوا بيجوا ممكن يمشؤون في اي وقت. فبالتالي اعضاء مجلس دارة اتحاد الكرة هم المسيطرين على كل الامور. وكل واحد واخد يعني حتة من الترطة كده. مقسمين الترطاية. وكل واحد واخد حتة هو المشرف عليها وهو المسؤول عنها داخل اتحاد الكرة. خالد بعد ما ظهر يعني والشهادة انك انت قلت الكلام دا حية. محدش اتصل بيك لك يعني اي نوع من انواع الاتصال بالنسبة للجاعة بتقول. لا ما حصلتش بصراحة. ما حدش تكلم معي خلص بعد بعد الشهادة دي. لانه ما عارفين انها شهادة صحيح. صحيح. انا متعرف لو كان في حاجة اخطاء كانوا تكلموا لكن لا ما حدش رد خلص. والله بس من البرنامج يا خالد برضو بندي الناس حق الرد يعني. طبعا طبعا. كلام مهم جدا واحنا بنقول يعني حق الرد مكفول. لأيا من الاطراف اللي الاستاذ خالد طلعت ذكرها اهلا بيه. ممكن يتصل بينا وممكن يعني ينفي الكلام ده او يأكد صحته يعني. وبرضو عشان تكون شهادة يعني واضحة او شهادة حق قدام ربنا. هما بيدخلوش ان هما يقولوا الحكم يعني يكسب النادي الفلاني دي انا مش شفتاش بيني. لكن بيدخلوا في اختيارات الحكام. اه. ممكن يقول رئيس لانجد الحكام لأ بلاش مسلا ابراهيم نور الدين لمطش الاهل والمحلة هات جهت جريش. فهو رئيس لانجد الحكام بيسمع كلامه ومن فعلا بيغير اسم الحكم. يعني اختيارات الحكام ما كانتش بتطلع من رئيس لانجد الحكام كانت بتطلع من اتنين كابتن حزم الهوالي وكابتن صلاح حسني. هما اللي كانوا مسيطرين على اختيارات الحكام كل اسبوع في جولات الدولة. قولك شفت الفيلم دي. هو كده هيج المستشار ده. مستشار اه. مرتضى منصور. اه اللي قاله خالد اه. اللي قاله خالد. ما تغيرش كتير. اه. هو نفس يعني بص نفس اللي بيحصل. يعني نفس نفس اللي كان بيحصل اهام كابتن ساميل زاهر. انت برضو بتعيد ده بس انتاج. مولاجعة تاني برضو. هما برضو اعضاء مجلس الادارة هما المشرفيين على اللي جان. اي. نفس المجموعة. حتت بقى ان هو بيقول له هات فلان او هات اللي برضو المكالمة المصربة كان بتتكلم برضو على نفس المنطق. اي. هات اه كابتن جاد عشان يعني ايه انت بانت قاعد بتشوف مفيش تغيق. خلينا نوضح لسادة مشاهدين. يعني حتى ما فيش. ايه هي المكالمة المصربة? الان كاب ان اللي عم يتصرر سويلا اه اه. وجيهها. كابتن وجيهها. كابتن وجيهها احمد. نفس 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 يعني انت بس ايه طائرات في السنين. يعني الفين وعشرة نتكلم فالفين وعشرة. اه. معينه مفروض الست سنين دول العالم تقدم خمسمائة الف مرة. ايه فيه تطوير. فبالتالي لابد ان افكار تتطور. احنا ما اندناش الافكار بتطور. او نصلح من اخطاءنا. ولا هو نفس انت بتنتج نفس المشهد. بنفس الشكل. طب ايه السبب يا طارق? مش فيه جماعية عمومية. لا لا يعني انا قصد اقول له حداك ايه? مش فيه اجتمعات الرؤساء الاندية. وهما اللي ممكن يقولوا ليه الاتحاد ده ده غلط. مفروض في العالم الجبال العمية انا بتراقب مجلس الادارة وهي اللي بتحاسب مجلس الادارة. مجلس الادارة هو اللي مسيطر على الاندية هو اللي مسيطر على جماعة عمومية. انا العكس صحيح. المجلس الادارة هو اللي مسيطر. حتى مع كابتن انا بريدة كان من المفترض ان يكون الشغل اللي بتعمل مش كده. مم. يعني حتى هو بيتكلم على اه اه دعاية الانتخابية بتاعته. كان بيتكلم على لجان احترافية وشبابها يخشوا ادارة محترفة. وانتهينا لايه? لقصة اه مكنة الشاي اللي هتتحط? لا اه ما البدل الرسمية اللي هتتلبس اللي هو كل واحد لامسي ريفورم بدلة وراحوا بيها ظهروا مستشفى مريش. اه ده مجلس ادار الاتحاد عملونهم بدل يعني عشان. هو كما اكتوب عليها مش عارف. اللي هو الاول حرفين من حروف الاتحاد كده. اه. ظهروا بيها كلهم في مستشفى بريش. هو زيارة جميلة حلو. يعني ما عنديش مينة اه بس تبرع اتحاد الكرة من فلوس الاندية للمستشفى. ما عنديش مينة برد. لكن انا باتكلم على ايه? انتهيت للا ايه? وخلافات داخل اللي جان وخناقات وتسريبات ثم عمل في القنوات الفضائية ثم عدم تفرق. انتهينا نفس المشهد ممكن كان منضبط قبل كده. لكن انتهيت لنفس المشهد. ثم انتهينا لايه بقى? اصرع اتحاد كرة يتم حلو. اه. من اه من واحد تسعة مسلا. مزبوط. اه مزبوط. انته بتتكلم في مارس. يعني كام شوار. ستة شهور بزرق. ستة شهور بزرق. ده كلام سليم. بالتالي دي نتيجة ان انت. عشوائية. ما تاخدش القرارات السليمة. ونتيجة لعدم العدالة. اه. يعني النهاردة نادي الزمالك كان يشعر اه لو كان هيشعر بالعدالة. ان انت مطبق العدالة. مه. ان انت ما ما بتفرقش. نادي المصر كان هيشعر بالعدالة. ان انت ما بتفرقش. نادي اسوان اللي حضرتكو تجاب الدكتور وبيتكلم عن ما شكرا. هيشعر بالعدالة فانت اهنا العدالة هي الوحيدة اللي انت بتخلي الناس تبقى راضي عنها. لكن النهاردة ما يجب يا نادي اسوان بيشتكي من عدم وجود. فلوس. طيب. ما انت لايحس. والسفر ده بيسافر من اسوان لبرج العرب. لايحس النظام الاساسي للتحاد والكرة بتتكلم على تنمية الموارد للانفاق على الاندية. اللي هي الجمعية العمامية التحت. حتى حتى الوزارة بتتكلم دايما ان هي بتدي دعم الاندية الشعبية التابعة لها. فالنهاردة فتدي نادي اسوان خمسين الف جنيه. وتدي نادي الالي اتناشا مليون جنيه. طب يا طب. ازاي يعني ازاي بتوزع ازاي. هو غياب العدالة. هو غياب عدالة. ما فيش عدالة عدالة في التوزيع. بس هنقول يعني كل نادي ليه مصاريف وتبعا للمصاريف. لا ما عليش. انا النهاردة بتكلم في ميزانية النادي الاهل يا كابتن. ايه. اكبر ميزانية موجودة. اه ما تشك. نادي الزمالك اكبر ميزانية موجودة. تمام لديها كبيرة. لكن نادي اسوان مش اكبر ميزانية. دراج الدكتور حسن رئيس نادي اسوان بيقول لي انا باخد خمسة مليون اتصرفوا في شهر ولا شهرين. لكن انا مفروض قد العكس. يعني ايه? انت النهاردة النادي الاهلي جايب ميتين وخمسين مليون رعاية. وجايب اه من البس الفضائي مية وعشرين مليون. يعني انت بتتكلم مسلا ايه? خلينا وقفك عند البس الفضائي. اه. لان. اه. خلينا وقفك عند البس الفضائي عشان نشارك مع بعض ان ازاي الاتحاد الكرة المصري. من البس الفضائي. يبقى العائد بتاعه فقط تسعين مليون جنيه. لا ده الرعاية كاملة. اه او الرعاية كاملة. يعني مزقوط. في حين. اه. في حين بعد اذن حضارتكم. اه بلد زي السعودية. بلد جار شقيق. اه عندهم دوري اه قوي. لكن لما ييجي. اه. والسؤال ده طرحته الاساس للدكتور حسن. لما يجي افكر ان الدور السعودي متباع لقناة فضائية بمليار دولار. لاربع سنين. مزبوط. والدوري المصري متباع لاربع سنين بتسعين مليون جنيه. لا وحصلت برضو موقف غريبة. قولي ايه رأيك يا خالد. اه طبعا ده كلام يعني غريب جدا. عشان ما اللي بشتيك عشان الان ديها ما عندهاش فلوس. دوري المفروض لي قيمة. اه اكبر طبعا من ده ما احترامنا للدور السعودي لك الدوري المصري هو محطة انظار يمكن العالم العرب كله. انا بقولك كمثال يا شالد. مزبوط. طبعا طبعا. فلوس شوف قد ايه. على نهاية النقطة الغريبة برضو كابتن اسامة لو تتذكر حضرتك اول ما طرح الدوري المصري البس الفضائي قيل ان هو حيتباع حصري لقناة واحدة فقط. وقال ان هو حيبقى رقم معين لقناة واحدة حصري ومنعوا بقية القنوات ان هي تشتري ومنها طبعا قناة النهار للرياضة وكانت تعثرت بعض الوقت ويمكن اغلقت ثم راجعت مرة تانية. بعد ما اتباع القناة واحدة حصريا نفجئنا ان في قناة تانية خادت حقوق الدوري وبقت تزيعه. طبعا انت يعني الاول هو مش بيع حصري. يا اما تبيع حصري القناة واحدة وتكسب مبلغ كبير جدا. يا اما طالما هتفتحوه كم ممكن تبيعه للحياة. كم ممكن تبيعه للنهار الرياضة. كم ممكن تبيعه الاكتر من قناة وتلم دخل من ست سبع قنوات تدي دخل. طب ليه ليه يا خالد? طب ليه ليه انت في الدهاليس. طب ليه الاسرار على شركة واحدة? مش على شخصية طبعا عشان شركة برزنتيشن برضو اللي راعي رسمي اتحاد الكرة موانس هاني بوريدة ليه طبعا تواجد فيها فهو اده كل حاجة لشركة برزنتيشن وبثتها لقناة واحدة. ازاي التواجد يعني احداك بتتكلم على تعارض مصالح شخصية مع مصلحة عامة? ما هو مش باينة برضو على الورق يعني هو على الورق مش مش واضح الكلام ده لكن هو طبعا ليه داخل كبير بشركة برزنتيشن والعلاقة ما بينه بين طبعا مهانس عمرو واهبي المسؤول عن شركة برزنتيشن واللي كان يمكن الرجل او الدريع اليمين بتاع المهانس هاني بوريدة وكان موجود معه في اتحاد الكرة فبالتالي هي مصالح ما بينهم اداله الحق حصرية بعد كده يمكن احدى القنوات التانية برضو قناة دي امي سي ليهم قوة شوية فقدروا يخشوا وياخدوا كمان البس مع اونسبورت في حين بعض القنوات التانية كانت عايزة تبس المطشاط زي النهار الرياضة زي الحياة اتمنعوه فبقولك ما فيش عدالة حتى احنا بنتكلم ما فيش عدالة في الاندية وما فيش عدالة في القنوات كمان يا اما تبيع حصري القنوة واحدة وتاخد مبلغ ضخم جدا اما طالما بعتوا القناتين كنت تفتحوا اربع خمس قنوات وكل الناس تشتغل وكل الناس تقدر تزيع المطشاط الدولي لكن هما برضو غريبة جدا يعني ما فيش دولة فالآن بتبيع القنواتين يا اما قناة واحدة يا اما بتفتحوا للكل لكن هكتحصلها القنواتين دي كانت غريبة من اتحاد الكرة المصري. انا هاخد من كلامك يا خالد واروح لطارق. مفيش جهاز رقابي على الكلام ده? لا هو بس تعديل بسيط هعملو كده. اه. مش اتحاد الكرة اللي باع. اه او كي. هي الاندية اللي باعت. اه الاندية باعت منفردة فهو هنا خارج المعدلة. لكن هو ان ما تتكلم على رعايته هو كاملة بمشاطة المنتخبات بكلها بكواليسة بحقوقه في الدوري الممتاز والدوري به والكاس مصر والسوبر. طب تتكلم على الحقوق التجارية بالتلفزيونية تسعين مليون. ان الاهلي مسلا بقى حقوق التجارية والتلفزيونية بقى اكتر من كده. صح. اهلي بقى حقوق التجارية يعني مش الدوري بقى. ايه. هم نتكلم على نادي بقى حقوق التجارية بمتين وخمسين. كويس. يعني. وضعب. بس التلفزيوني. في سنتين ونص بمية وعشرين. يعني اللجنة الاندية هي المسؤولة عن التعاقد مع. ايو الاندية راحت بعد كل واحد الوحد. يعني لا يعني هو كل واحد راح. موفق واحد. اللجنة وفقت على قرار الاندية. فكل نادي مسؤول عن عقده. ايه. يعني كل نادي هنا فاتحاته كرة كان خارج هنا المنظومة. حتة قناتين او قناة ديها فكر كابتن هنا بريد. طريق. يعني كابتن هنا بريده هو اللي قال ان الدوري مسلا السنة الجاية اللي هو السنة اللي فاتت ديها مسلا هيب على قناتين بس. اه اوكي. فبقى على قناتين. كان قناة نيل الرياضة وكان اعتقد معها كانت ام بي سي. والبعدين جينا اه دخل الدي ام سي السنة دي. فبقى على تلق قنوات. اللي هو اي. 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 ودي ام سي. والنهار واخده ملخصات طبقى للاتفاقات معينة. لكن احنا بنتكلم عليه. هو تسعين مبلغ قليل جدا. بس انا بقول لك العقد ده في في المرة الجاية في التجديد هي. هي ضاع. اه اوكي. ايه رأيكم الروح لشكرا يا امي. جميلة بصراحة. طبعا. حلوة جدا. عزيزي المشاهدين فاصل ونواصل مع اتنين من احسن نقاطنا اللي بيقولوننا حاجات كتير اوي اوي غايبة عني حقيقة. وبيخلوني انا كمان. عايزة اسأل اسئلة كتير. فاصل ونواصل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. مرة تانية مع نقاطنا الكبار وكواليس الكرة المصرية. الاستاذ طارق رمضان. والاستاذ خالد طلعت. احيانا بقول استاذ. واحيانا بقول الناقد الكبير. ايه يا حاجة منك كابتل ممكن. واحنا عادين نتكلم اقول طارق واقول خالد. طبعا احنا كلنا اخوات. اتفضل حديدك. انت كنا بنتكلم في جزئية فين الرقابة? لا ما. الرقابة ما هو. ازي كان هو نفسه ما بيبعا ما بيعتبرش رقيبة على نفسك. يعني من المفترض انها مش محتاج رقابة. انا مجموعة محترفة. يعني كابتن انا بوريدا اه راجل محترف. ده راجل علامي. بيتكلم في مكتب تنفيذي في الفيفا وبيتكلم في في الكاف وبيتكلم في ترتيبات. وكان عضو لجنة التطوير اللي عاملها الفيفا او اللجنة اللي هي عملتها اه عملها انفنتينو لتطوير اداء الفيفا. يعني بعد الحوادث اللي حصلت هو كان عضو فيها. فبالتالي انا بتكلم على حد المحترف من المفترض ان انتحاد الكرة المصري ده انا اديره وانا اقاب التليفون يعني. عملوا لجنة كزا وعملوا. هم صحيح كانوا بيدوروا بالواتساق بس يعني مش محتاج يعني انا خبراتي اقوى من كده. لكن اللايحة اشوفناها في ست شهور. صح. يعني ما ما فيه. يعني ما يدنش على اي حاجة. كله مشغول كله مسافر كله قاعد كله حسب اللي عايز يتخانق على المنصب النائب. ما اننا اللايحة مفهاش نائب. اللي بيتخانق على انه يشرف على منتخب. آآ مش عارف منتخب ايه ويسافر. اللي بيتخانق عشان آآ لا نزود الميزانية ديت. اللي بيتخانق عشان الهدايا. اللي بيتخانق عشان المكنة اللي مش عارف ايه. اللي بيتسجل ويطلع يصرع. يعني انا اشوفنا اداء غريب الشكل. ما بيتمش محترفين في الحكاية. مش مهني. معطرابنا كل كل الشخصيات يعني. نحن نتكلم على اداء. اي. يعني حتى كوبر يعني. يعني انا بس ما بصل. يعني دي يعني. انت معترض على كوبر يا طر? لا مش على. وجهة نظرك يعني. معلش احنا نروح لحتة تانية. انا مش معترض. اصلاح لو كلمتوكو بفنيات مش هاخلص. لا انا مش معترض على شخصية مستر كوبر. اه. انا معترض على ان دايما مستر كوبر بدأ يعودنا على اداء دفاعي احنا مش يعني مش مبسوطين بي. يعني اه اللي طوافر لمستر كوبر حتى لو كان طوافر يعني ايه لشوق غريب او لبرادلي اه كان عمل اه كان عمل اكتر من كده. ثانيا انا كابتن اسامة. انا عارف ان خالد اه يعز مستر كوبر. بس ايه. معلش حلوة نسمع. المطيرة التلات المطيرة اكتر تقريرين ان كتبوا عن عن منتخب مصر. اللي هو تقرير برادلي. تقرير كابتن شوق غريب. كويس. تلاقي اول جملة ومستعدة اجيب لك التقرير ونحطوهم على الشاشة. تمام. اول جملة. وحتى تقرير مستر كوبر. اول ما جيب مستر كوبر. اول جملة بتتقال. راجل بيتكلم. انت بالفيديوهات وانا برضي. ماشي. اول جملة. يقول لك انا بعمل منتخب مصري قوي وبجدد الفرقة. اول جملة اتحطت في تقرير برادلي بعد ازمة غانا. كابتن شوق غريب قال الجملة وعدد السن. ده ستة عشرين سنة ونص. حداشر اللاعب ده كزا. وعدد اسماء موجودة مع مستر كوبر. يعني طرق سانيا الاتنين كلموا عن الخفاض اليقى البدني. عندنا مشاكل في التمركز. عندنا مشاكل في اليقى البدني. كابتن شوق غريب عدي خمس معسكرات. او ست معسكرات اتعملوله. كل واحد اسبوع. كل واحد اسبوع. كل واحد اسبوع. كل واحد اسبوع. مستر كوبر بسم الله ما شاء الله عامل معسكرات قدي. حتى مستر كوبر اما جه. ويمكن كنا بنتناشى انا وخلت قبل الهوام ما بنتكلم على القماشة والمهارات واللعيبة. قال لك برضه انا جاي اعمل منتخب قوي وقماشة اللعيبة. طيب مين اللي قال هنا بقى مبرق مستر كوبر بصراحة يعني لازم اكديله حق. هو مين اللي قال ان الدورة المصرية تلاقي بكل تلاتيات. اروبا. ويحصل في اروبا. بسوة بما يتبع في الدوريات الاوروبية. انا معاك. والدوريات الامريكية. انا معاك. نفس نفس الاسلوب. لكن انا بكلفه. مين اللي طلب? متحقق له هذا الطلب? كابتن شوق غريب في تقريب. كويس. قال اللعيبة مش قادرة على انها كان بتلعب كل تلات تيام طبقا للاتحاد الافريقي. فانا عايز الدوري. هو قال اربع تيام مش تلات تيام. قال لك عايز اللعيبة تلعب اربع تيام. جي مستر كوبر بصراحة نفس بس خنا تلات تيام. بس قدرات اللعب المصر عندنا مش كده. طب ليه يا طارق. ليه يا طارق. لان انا ما قدرات. ما اصد. قولي على مدير فني او خالد. طيب. ممكن نديه. نديله بقى. اه. انا عارف كل المدير. قولي على مدير فني بيطبق خطة تدريبية يوم كامل لاي فرقية. لا. معاينة احنا احصل بقى. ازا سمحتوني بس بعد خالد. فضل يا خالد. هقول رأيي. يعني انا. اتفضل يا خالد. لان دي حتة الفنية ليه? ايه اللي اختلافات? اتفضل يا خالد. لا طبعا. بدنا الكلام على هيكتور كوبر. انا شايف هيكتور كوبر عمل انجاز كبير يا كابتن اسامة. والارقام والنتائج هي اللي بتقول. يعني الكلام مفوش اراء شخصية خالص. مستر هيكتور كوبر استلم المهمة كان قابليه هو استستر ال برادلي وشاوي غريب. وشاوي. برادلي ما فشل في الوصول للتصفيات لنهايات كاس امم افريقيا وخرج على ايد منتخب اسم افريقيا الوسطى. مالوش اي وجود على على الساحة الافريقية. تصفيات كاس العالم خسر امام غانا ستة واحد. هذه مكانت كارثية لمنتخب مصر. بعد كده جايك بتنشوي غريب بنفس جيل اللاعبين تقريبا اللي كان مع برادلي واللي كان بعد كده مع هيكتور كوبر. لعب ست مطشاط في تصفيات امم افريقيا خسر اربع مطشاط منهم. نتيجة برضو كارثية وهي الاسوأ في تاريخ منتخب مصر في التصفيات. خسر من السنغال رايح جاي. خسر من تونس رايح جاي. ما كسبش غريب بنفسوانة فقط منتخب ضعيف جدا. وخرج يمكن كامتالة المجموعة وخرج من التصفيات بشكل مهين. وبرضو ما وصلناش كاس امم افريقيا. مستر كوبر جيت اسلم منتخب بقاله سبع سنين ما بيوصلش كاس امم افريقيا. تلات بطولات متتالية. لعب تصفيات كاس امم افريقيا ست مطشاط خمسة فوز واحد تعادل. تعادل وحيد مع نيجيريا خارج ملعبه. خمس انتصارات تصدر للمجموعة. وصل على حساب منتخب قوي. نيجيريا متصدرة. لا لا اخلاف سيبك من نيجيريا. مين اللي تانين اللي معاها? مين اللي تنزانيا. تنزانيا. منا العزي تنزانيا فرقة قوية. نيجيريا هي الاقوى. بتكلم نيجيريا غنقة الاقوى. نيجيريا منتخب قوي جدا وقدرت انك تتحطى وتوصل اول مجموعة. خالد. 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 لا خارس بتكلم. بكلم رقمية. وصل كاس امم افريقيا بعد غياب سبعة سنوات. وصلنا كاس امم افريقيا قيمة منتخب مصر تلاتة عشرين لعب فيهم تلاتة فقط شاركوا في امم افريقيا قبل كده. عسام الحضري احمد فاتحي احمد محمد. عشرين لعب اول مرة يشاركوا في كاس امم افريقيا. ما عندهمش خبرات. عندهم رهبة من البطولة. اول مرة يلعبوا بطولة مجمعة قدام منتخبات قوية. قدر ان هو يتخطى بالخبرة دي. وفي ظل الامكانيات المتاحة قال ادأ ما كانش جيد. لكن عمل خمس مباراة فوز متتالي. ثم خسر المباراة الهائية. وصل النهائي في ظل الكوكبة الموجودة دي من اللاعبين. انا شايفه انجاز كبير جدا. نروح تصفيات كاس العالم. فايز في اول مباراتين. على الكونجو خارج ملعبنا. واحنا قلم او نادرا ما بنفوز خارج ملعبنا في تصفيات كاس العالم. قدر يفوز على الكونجو هناك. وهي منتخب برضو قوي. ثم الفوز على غانة هنا. اتنين صفر في الغانة اللي كسبتنا من ثلاث سنين بنفس اللاعبة تقريبا ستة واحد. فاز عليها. فاز عليها في كاس ام افريقيا. احافظ يا خالي. لا اخرجت في الارقام. عايز اقوله حركة على حاجة. انا عملت. اتفضل. عملت احصائية رقمية لكل مدربي ومنتخب مصر خلال اخر تلاتين سنة. طبقا للمتشاط الرسمية فقط. يعني طبعا عملت. اه حزفت المتشاط الودية لاني بقى فيها بعض التجارب بعض النتائج. متشاط رسمية فقط. هيكتور كوبر افضل مدير فني لمنتخب مصر في الآخر تلاتين سنة. بنسبة نجاح تمانين في المية. تمانين في المية من النقاط لمنتخب مصر سواء تصفيات امم افريقيا. اه. او تصفيات كاس العالم او نهايات كاس العالم. نسبة هيكتور كوبر معدية كابتن جوهري طبعا الراحل الله يرحمه معدية كابتن حسن شحاتة اللي فاس بثلاثة امم افريقيا متتالية. تبقى للارقام. عدد مرات المتشاط عدد فوز تعادل هزيمة. هو افضل مدير فني لمنتخب مصر في اخر تلاتين سنة. بالارقام. لا لا دي معلومات رائعة حية. اصلا لو كلمنا رقميا فلازم نرجع. طب انا برضو انا رقميا برضو. رقميا ده ما اعرفش فيها. لكن انا بتكلم على ايه? تفضل. اكتور كبر اقوى في ريتين قبلهم ناجيريا وغانا. كويس. تمام? تمام? بعد كده تشاد وآه كونغو وآه تنزانيا ومينتين. لا المغرب منتخب قوي جدا ولا اللعب وكذلك. لا انا في المرحلة الاخيرة. المغرب ده في افريقيا. تصفيات. تصفيات. طريق على تصفيات. ناجيريا وغانا. انت فصت على الوعات صفر من دور كهرباء. لا وكان يعني. الظروف يعني. المغرب فريق قوي. انت لسه من شوية قلت النتائج التاريخ بيذكر النتائج. انا بكلم على طبيعة الفرق اللي انت قابلته. مش ممكن تشاهد اه تفوز عليها ناكو هنا. يعني تبقى من مشكلة. كان افريقيا الوسطى كذبتنا. مش ممكن تنزانيا. يعني ما ما هو زكاك وافريقيا الوسطى كذبتك. ما هي برضو انا ما قابلتش الفرق القوية اللي هي. سيرليون وننايدر. في اخر فترة كانت الحسد شحيتها. خرجنا من سيرليون ادي له ادي له. خليه انا. خليه عمر عنه. انا ما عنديش اي معنى. انت ممكن. لا اتفضل. لعب بالنسبة الرقم. اه. زي كلا اللاعب اللي اللي تقول عليه رقمي باص باص في الملعب خمسة وستين اه ايجابي وغلط واثنين. انا ما اقدرش اناقش. اه. 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 انا باتكلم على الطبيعة الفرق. المباريات اللي هو المنافس. الطبيعة التكتك اللي احنا بنعمله. النهاردة ما ما خلش بطولها مجمع زي ما انت ما عندهمش يعني ايه خبرة الفقية? محمد صلاح بيلعب فيه. دول الاوروبي. ماشي. يعني بيلعب في روما. روما دوري. وبيطلع يقابل دوري ابطال اوروبا. وبيلعب في الدوري الاوروبي. هل محمد صلاح اما بيقابل روما بتقابل قتلتكم مدريد. فمحمد صلاح قال لأ اصلاح ما عنديش خبرة في دوري الاسباني. لا لا لا. احمد المحمدي بيقول له انا عنديش خبرة في دوري. النيني. النيني. الواردة. وبرضو سننة صغير جدا. واردة كان اول مرة يلعب دولي مع نمار عنده حمسانه. يعني لا نمار عنده خمساني. يعني انا اول مرة يشارك مع منتخب اصلاح. لا انا بقول لك على واردة. انا بقول لك على سامورس. بقول لك على اللي هو كريم حافص. بقول لك على الرجل اللي اسمه. صغير كريم. كلهم صغير. اسم ايه? الاكساندر جيكوبسن. ايه اللي انت بتقولها ليه ده. يعني انا ببتتهم على ايه. الاكساندر جاكوبين? جاكوبسن. جاكوبسن. اه. اسم معقل. ده اسم ارماني على فكرة. هو دنماركي هو دنماركي الجنسية مع جنسيتين مع جنسية مصرية وجنسية دنماركية. هو طبعا معروف برة في الخارج باسم الاكساندر جاكوبسن. يمكن هو هنا ليه اسم مصر اسمه امير عادل. يعني هو ما جيه. طبقوا طول امير عادل. اه انا بنقول ليه انا اسم المعروف بيه. يعني امير عادل. خليه اسم اه. بس حلو عشان جاب المعلومة. اه يعني انا بتكلم عليها بكسر اسمه. اه. وانت او انت نجمي كبير. ان انا عندي قماشة بتظهر حتى في المواقف الصعبة. ايه. في في الماتشاط اللي هي حضرابتي اللي هي ظهرت في موراة ديانا. اللي هي ظهرت اه في البطولة المجمعة. اللي هو قوة الاداء اللي هي بتقدي به. مع طرق حامد او طرق حامد مع اوليه بمطشين بس مع كبت شاوا غريب. مظبوط. لكن هو هو اداؤه في المباريات اللي لعبها اقوى وحد الليل اللي لاعب في الاداء. ولكن دي بصمة فكتر كوبا. لا مش بصمة فكتر كوبا طيب. هل علي علي جبري احمد حجازي relative O称يزيمني بنفسي. melk علي جبري احمد حجازي. مادة بس على سؤال ده. علي جبري احمد حجازي. اداء في الاهلي وزول مالك بنفس قوة ادعهم في المنتخب. شوف ماتشاط الزمالك الاخير? لا علي جبر في منتخب افضل. شوف احمد حجازي في ماتشاط الاهلي الاخير. هو مين اللي عالج الصغرى ما بين سعد سامير واحمد حجاز. مين اللي عالج الصغرى اللي هي كان دايما الاهلي بيتضرب به. تمام? بس صحيح. حسن فرق مصر. حسن فرق مصر. اه ومحمد حلمي او المداربين الزمالك هما اللي عالجوا. ومنتخب مصر كان بسواري. انا واخد منهم. ومن بعدين. الحسنة الوحيدة اللي بيها مستر كوبر وده بجد هو. هو اللي احنا قونا بنطلب بيها كاتفة مسامة. ان انت ما تيجي تلاعب لعب شوف الفرقتين الاقوية اللي هم زي باير مينوخ وغيره. بيلعبوا بطرق لعب ايه? ولعب بيها. فهو جي لعب فعلا الرجل هنا برضو الخبرة. اه اربعة اتنين تلاتة واحد اللي بيلعب بها الاهلي وبيلعب بها الزمالي. بمشتقتها بقى. بيلعب بها المصر وبيلعب بها الفرق المصري. ده اه اوكي. حاس يعني اه تمام. ننتجين كلا. وحتى في الاعداء اللي هو عادها مع كابتن هاني رمزي كمنتخب محلين قاله تلعب بالطريقة دي. اربعة اتنين تلاتة واحد. لكن انا قدام تنفيذ شق وما فيه شق تاني. اه. مش ممكن ما عندي صراعات محمد صلاح اللي مكسر روما بصراعاته. وبيقدي اداء اه اه اخيرا على المطشين الاخرين. وانا ما ما قدرش استفيد من هزي القدرات ودائما بكلفهم حاجات. اللي هو يبقى دفاعي. اه ما ما يبقى عندي اطراف قوية جدا. زي ما انت بتتكلم. ما قدرش هستغلها. انا ما شفتش مسلا شوطا طارق حامد. اللي هو هو صحيح ما بيشوتش ما بيشوت بيجيب جواب. ما بيشوتش في الزمال. ما عنديش مشكلة. لكن ما يبقى عندي لعبة مقوة اه طارق حامد في الشوط وما بقاش في تسديدة واحدة مع خبرات. تفتكر هكتور كوبر على طارق حامد ما تشوتش يا سوص طرق. ما برضو كلام مش مش. لا خليني. مش هو السبب لانه ما تشوتش يا. اه. ازا سمحتو لي انا. اه. يعني ممكن. اه. انا هتكلم بعيد عن اني موزيع. تمام. انا هتكلم في حتة فنية اه انا شايف من وجهة نظر الفنية يعني ان اه كوبر ايه اللي عملوا منتخب مصر. وايه اللي ما عملوش شوق غريب وبرادلي. تمام. وده نجح فيه. لوا كوبر. لما اجا اتكلم على شوق غريب كمساعد لحسن شحاته. ما فيش شك انه استفاد كتير من. كابتن حسن. اه روح الانتصار. تمام. روح الفوز. انه مع اه مدرب اخد تلت بطولات وكانت حاجة رائعة كابتن حسن شحاته. لكن الكاريزمة او الشخصية بتاعت كابتن حسن شحاته تختلف كثيرا عن كاريزمة شوق غريب. صح. اللاعب المصري يختلف كثيرا في اسلوب تعامله مع القائد المصري. يعني بمعنى ايه? المدرب المصري. تمام. المدرب المصري اللي نجح هو بقوة مع لاعب مصر في السنوات الاخيرة. الله يرحمه كابتن محمود الجواري. كابتن حسن شحاته. تمام. للكاريزمة لان كل يتميز باسلوب يختلف عن الاخر في طريقة تطويع امكانيات الفريق وطريقة قيادة الفريق. مصبوط. ده رقم واحد. اه شوي غريب ظلم لانه جي بعد ازمة غانا. اه ازمة غانا. فبالتالي اه اه ما كانش فيه الكنترول القوي على اه لاعب مصر. هاجي للمرحلة التانية. مرحلة برادلي. برادلي انا شفت برادلي في امريكا. شفته هو بيدرب بيدرب منتخب امريكا. شفته هو بيعمل حواراته الصحفية والاعلامية. ما انت بتحكم على شخصية المدرب من كلامه. تمام. الرجل لما جيه مصر اختلف تماما. حتى انا فجئت. قلت برادلي حولوه من امريكي لمصري. مصري. ودي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. لطريقة برادلي في التعامل مع لاعب مصر. تمام. ففشل. كوبر يختلف. كوبر مش احسنهم فنيا. لكن كوبر احسنهم من قوة التركيز داخل الملعب. واصال المعلومة بمهام محددة لكل لاعب ملتزم بيها جوه المباراة. مزبوط. انت تقرى المباراة. على وجه كوبر. شوف كوبر اثناء المباراة. درجة التركيز بتاعته قدية. حتى في اخصى لحظات الفرحة. انا بتكلم على ناحية نفسية تماما. مزبوطة. بس لها. ولعب كرة يعني. لها تأثير قوي جدا جدا على اللعب داخل الملعب. لو ديكتاتور. اه. ديكتاتور ما بيزانش. اه ممكن. وحتة الالتزام والانضباط برضو يا كابتن عسامة دي مهمة جدا يعني. الانضباط والالتزام. استبعاد حسام غالي واستبعاد باسم مرسي بسبب بعض المشاكل. انا احيي. خلت كل اللعبة تلتزم. انا احييي. مش بصرف نزع على الاهل والزمالك. مظبوط. ده نجم هنا وده نجم هنا. لكن انا بفكر في ايه. بفكر في المدرب اللي عنده القدرة. القدرة. على انه رقم واحد يقول للاهل والزمالك لا. مظبوط. يقول الجماهير الاهل والزمالك لا. صح. انتم شابين دون نجوم انا شايفه مش هيفيده فرقتي. هنا. صح. لازم افكر في الظاهرة دي وهنا لها انعكسات على الفرقة من الناحية بقى الفنية ان الفرقة حاسة لا ده احنا لازم نبقى مجموعة واحدة مصر تنجح بالروح الفريق المصري يلعب ويوجيد تحت الضغط الضغط انك انت عندك شخصية قيادية ما بتتحكش حلم مطلوب في الدورات الملتزم ووجهه صارم جدا انعكستها على اللاعب داخل ملعب ان لازم اقدي مهامي وواجباتي فرقة مصر نجحت كده في الفترة الاخيرة اجي بقى للنقطة التانية العمل الجماعي العمل الجماعي بيقول ايه النهاردة لما اجي ابص على كوبر وعلت اختياراته كوبر اختار 22 ولا 24 لعب نصهم بيلعبوا في دوريات اوروبا اول مقرية التشكيل واللعيبة دي جاية منين قلت على طول هذا المدرب عايز يعتمد على لعب مصري بفكر اوروبي صح الفكر الاوروبي هنا بصرف النظر بقى عن النتيجة بصرف النظر بقى عن ايه انا بفكر فيه ازاي اعمل فرقة جديدة لمنتخب مصر هل اعمل فرقة جديدة لمنتخب مصر بطريقة التفكير بتاعتنا للأسف الشديد اه فيه اتنين من الزمالك يبقى لازم اجيب اتنين من الاهلي فيه خمسة من الاهلي يبقى لازم اجيب مش عارف اه اربعة من الزمالك وهكذا ولا اعمل فرقة جديدة قوامها عمل جماعي لتنفيذ استراتيجية معينة عند فكر المدرب وآآ يكن وليكن انه مدرب دفاعي. لكن مين اللي هينفز? هنا دي وجهة النظر اللي انا شايف كتحليل سريع كده واسف ان انا انا اختلف بس معاك وهو يساعدني في الاحصائيات. طيب. لا اتفن. انا مع حضرتك. اه. لو هو طب الفكر اللي حضرتك بطولة على ده عشر على عشر. تمام? لكن نيجي المباراة. اعتماد بسطر كبر على المحلين قديهم. تقريبا خمسين في المية. لا اكتب. لا لا خمسين. كل المحترفين اللي لعبوا كده. محمد صلاح. اه تريزيجيه. اه انني. انني. ادي تلاتة. احمد محمدي. ادي احمد محمد اللي لعب كان ماتش. لا كان اساسي بعد من بعد. بعد كان ماتش. كان اساسي. تالت ماتش. اوكي. ادي تلاتة. وكهربا محترف. وكهرام. عمرو وردة. عملو خالد. تلاتة وتلاتين هدف. ده قبل ما يشفل البطولة. ايو يعني. لا ده اللي عملو خالد ما. لا لا مش أنا اللي عامل. ايو. اربعة وعشرين مباراة. ستاشر فوز. اربعة تعادل. اربعة هزيمة. سجل تمانية وتلاتين هدف. ده قبل البطولة. والله بيقولوا لي. ايو انا ما عنديش مشكلة. دي قبل البطولة. ايو انا فايز على على اسماي كله خمسة هناك. حاجة كده. في التصفيات. لا انا متفق. بص. يعني انا بتكلم. لو هو بيعتمد. على اللاعب الاوروبي. بالكلم بالزبط صح. على الفكر الاوروبي. بس رقميا. لا رقميا خالد صح هو صح احسن واحد رقميا الكبر ما عنديش مشكلة. لك انا بتكلم على الفكر اللي حضرت الله. لو هو بيعتمد على الفكر الاوروبي والرجل الاوروبي وهو مشكل قوامل منتخب من اوروبا انا معاك. لكن ده عبدالله السعيد اساسي ورئيسي في كل الانتصارات اللي عملتها مصر. فمضش غانة عبدالله السعيد. اه. ومضش اغندا عبدالله السعيد. محمد صلاح ليه? عبدالله السعيد ومحمد صلاح السنائي اللي بيتشكل معاه. اللي هو لنجاح مستر كبر وانجازاته. فبالتالي انا عندي لعيب عالمي ولاعيب محلي اللي هو عبدالله. اللي هو اهو plants الان. فبالتالي انا بتكلم ايه. لو هو بيشتغل بالفكرة ده مانيش اهوش كده. لكن انا بقول لك ديكتاتوري في ايه. اه. ان النهاردة ما يجي عبدالله السعيد يتكلم معه فنيا في حتة انه هو الاطراف ما بتطلع ليش في ماتش مالي الاول ماتش يقول له الاطراف ما بتطلع ليش يقول له خلاص اقعد ماتش اوغان وعبدالله السعيد لو ما كانش جابه في جونف وماتش اوغان ده ما كانش شفة تاني. انما يقعد رمضان صبحي الفتى الصغير النبغة اللي هو يقدر يشتغل معاه عشان خطأ بيعمله اي مراهق ان هو مسلا شاط اي حاجة. طبعا لازم يلتزم اي طلولة ان كهرابة خد الانذار. ما كانش رمضان. لازم يقول انضباط الانضباط المهم جدا. لا اده مش انضباط ده دي كتاتورية في التعامل. المبقى عايزة اماشي رمضان صبحي من الجابون ورحلوا. اي. لولة اللعيبة ده دي كتاتورية في التعامل وعدم معرفة. انضباط والتزام ده. لا على القائد المنضبط بنزل. طارق ليه وجهة نزل وانت ليك وجهة نزل. القائد المنضبط. صح صح. لا انا احنا انت عارف طارق شايف من وجهة نزل ان دي دكتورية. لكن انت شايف في نفس الوقت يا شالد ان ده انضباط. ايه الشعر اللي بي. حضرتك قلت كابتن محمود الجهري. كابتن حسن شحاتة في الكارزمة. كابتن محمود الجهري ما كانش حد يعني بنظرة واحدة كان اللعبة كلها. طبعا ناجح. كابتن حسن شحاتة ببصة كانت اللعبة. ده القائد القوي لكن الارضة عندي رمضان صبحي عمل اي حاجة كده. فهلو ارحل من الجابون ويمشي واللعبة تقول انت هتحايل علي وتطلع لي معلش يا مستر كوبر والنبي يا مستر كوبر ده رمضان. والبعدين الملائي عندي ضربة. ده قتم تخطيط. طيب حسن شحاتة واجي نفس المشكلة مع ميد. مع ميد. لا لا مع كابتن ميدو كانت صعبة. وجهري مع كابتن ميدو كان اكبر من رمضان صبحي في هذا التوقيع. يعني عنده خبرات ومختلفة. لا يعني حالة زهرة. لكن دي حاجة خلت زهرة بتاعة رمضان صبحي اه ما عملها كابتن احمد حسن قبل كده في الناد لالي وذلك ما حدش قال له اترحل وابعد. ما حدش يعلم. الانضباط تكوي. حسن. الانضباط والقوة بقوة الشخصية. مش بديكتاتورية القرار. اه اه. ده وجهة نظر. يعني خلينا نتكلم يعني لا بالعكس انا احترم جدا وجهة نظرك يا طارق واحترم جدا وجهة. انا شايف الانتزام ده كان سر نجاح المنتخب وصوله النهائي هو استبعاد حسام غالي واستبعاد باسم مرسي خلى كل اللعيبة تركز وتنضبط وخلى المنتخب يوصل لنهائي في ظل الظروف دي انا شايفه انجاز كبير. رأي عايزة قدامنا وقت اقول لك حاجة على افريقيا بكرة ولا دي خلصنا? لا انا عايزك تكمل. طيب. انا الانتخابات بكرة بتاعة المكتب التنفيذي للفيفا. ايوة لازم اتكلم في الكاف. بص عندنا عندنا. هل بالك احنا فضل لنا دي اه طارق. لا خلاص اخلاص انا والله ما حزيت. عيسى حياته. والله ما حزيت يا خالد. انا مش حازي. عيسى حياته هيختار لو نجح هيختار خلفته اللي هيخلفه بعد كده. ادي واحد. اتنين عيسى حياته مش مهتم الكاف بمعنى صح لجنة التنفيذية للكاف. ايه. مش مهتمة بآ صوات تجمع الكوسوفة. اربعتاشر صوت انه ارضا من لجنة التنفيذية مبارعة. مه. تاخد قرار بقى حالة رئيس الكوسوفة ورئيس التحاد زمبابوي اللي هم ضد عيسى حياته الى لجنة الانضباط. اه. اخدوا قرار مبارح لجنة التنفيذية مبارعة. ايه. يبقى لك اوسط لجنة الكاف بالاجمع تستمر لجنة في التحقيق بقضية رئيس اتحاده كوسوفة. ليه بقى? قال له عشان اساؤل شرف كاف. يعني اساؤل ده عيسى حياته. اه عيسى حياته. اه. ثانيا ان هو يلعب اللعبة ان كابتن انا بريد اهو الاول كابتن انا بريد نزل على المقعد المفتوح. اه. سيبك من محاولات ارجاعه للمقعد المغلق. طارق الوقت بانتهي. بسرعة يعني. ده انا لازم اجيبك تاني وتالك ورابعة. هيلعب على فيطلع له اللي اللي هو يسقط في المقعد المغلق. يروح على المقعد. المقعد الحرق. ده يعني لعب على اه. اه. لا لا هو في لعبة طبع ربنا يوفى هنا بريد حقيقة. اه. صوت مصر اللي يحطه كابتن حزم الهواري. اه. كمان حزم الهواري. اه هو اللي يحط صوت مصر. يحطه المين. يلبس البدلة. يلبس البدلة. اه طبعا. مش احمد احمد. اه. صوت مصر مش اروح لحمد احمد. ارى ليس حياته? بالزبط. تمام. اخر نقطة بس. كانت دكتور حسر عبدالقادر رئيس نادي اسوان. اه. كانت اتكلم في حتة ان نادي ودي دجلا او شركة ودي دجلا كانت هي الرعية لنادي اسوان وفي فلوس متأخرة. يمكن انا برضو قبل ما ادخل هوا سألت في القصة دي وعرفت معلومات. هي اه شركة كانت مرشحة شركة اخرى لنادي اسوان هي اللي عملت رعية. عملت رعية لوادي دجلا وعملت رعية لنادي اسوان. فهي الشركة دي ممكن تقاصت عن الدفع بعد كده. فبالتالي هي مش شركة وادي دجلا الاسسية هي شركة اخرى. او. ودي دجلا كان مجرد بس وسيط او مرشحة لنادي اسوان عشان برضو احقاخن الحق عشان ما يبقاش فيه. لا لا بالعكس انا بشكرك على التوضيح المعلومة. بشكرك جدا يا خالد. شكرك جدا. وبعد كده انا مش هجيبكم مع بعض. انا بقى بقى. خالد خالد بقى او شي اطاع دي. لا بس الحلو في الموضوع ان انا باستفيد. طبعا. والمشاهد باستفيد. اه والله. ما فيش شك يعني انا بشكركم حياة جدا. وانا سعيد ان انا ببقى جنبه وسعيد ان انا بنتائش دايما. لا رائع رائع رائع. انا بشكركم. شخصات جميلة. بشكرك. بشكرك جدا يا طارق. جدا حياة. وبشكرك جدا يا خالد على المعلومات الجميلة وعلى الحوار الحل والثري اللي احنا حقيقة استمتعنا به. ما فيش شك اكيد المشاهد استمتع به. نعم. اعزائي المشاهدين اشكركم يعني والوقت حقيقة مر سريعا. وانا والله ما حسيت به. ثلاث ساعات ما حسيتش به. يعني احلى حاجة في الموضوع. شكرا يا امي. شكرا يا ريت واحنا بنخلص تنزلونا الاعلان الجميل ده بعد اذنكم. شكرا بيقولولي بفلوس على فكرة. اعزائي المشاهدين الى ان نلتقي بكم. ان شاء الله اسامة خليل يحييكم. تخفيض التصل الى 20% وكمان هدايا ومفاجآت كتير. وانت كمان يلا. قول شكرا بطريقتك. العربي صناع الثقة.